عدرتك عندك المبنى الاجتماعي اللي تقال عليه من شوية ها عندكو قولولي كده قولولي طيب ممكن تعرض لي الصور اسمعوا معايا جماعة الموضوع ده مهم جدا لازم نشيطن كل حاجة لا ارجعلي بس اشرح للناس الاولة جماعة عشان ايه النهاردة حلقة للناس كلها عشان يعرفوا الحقيقة فين والكلام اللي بيتقال فين ومين قلبه على الاهل بجد ومين اللي مصالح ومين اللي بيعشق النادي الاهل القصة ببساطة كلام اتقال اللي النادي الاهل مدخل مجموعة من الشباب مش اعضاء ودولة داخلين هرج ومرج وبيشجعوا زي الجماهية ودولة على طول بقى طبعا دول واخدين فلوس عشان وهكذا انا انا يعني مقدرش اقول على حد اهلاوي الشكل ده ابدا ولا اقدر اخون حد اهلاوي ولا اقول فلوس ولا القصص دي لان انا مش جهة قضاء اللي نحقق محد انا دوري اعلامة زر الحقية فمن هنا اتقال على اعضاء النادي الاهلي اللي هما بعضهم بيروحوا يتطوعوا في حملة كابتل محمود الخطيب او يتبرعوا لحملة او يتطوعوا في حملة المهندس محمود طه لما بيروح هو خلاص عنده قناعة الشاب فبيروح بيسقف بيهتف يمسك الصورة ده طبيعي كل المظهر بنشوفه اتقال على دولة اللي هما جايين من برا النادي مش اعضاء ياخدوا فلوس قاعدوا يطبلوا قاعدوا يشغلوا دي جي يا اخي هتروحوا من ربنا فين تعالوا نشوفوا الشباب عمل ايه اول ما سمع الكلام ده اتفضل عرضي الصور فينا جماعة الصور راحوا الشباب عملوا يا جماعة راحوا قاعدوا الاكيد الاستاذ اللي قاعد والاستاذ اللي قاعدة اكيد ليهم ابناء وافين مسكوا كارنهات النادي الاهلي عشان يقولولو كفية ظلم احنا ولاد النادي الاهلي حرك لي صور كتير فيه اكتر من صورة حرك حرك الشباب راح لطول ممنوع تقول انا بساند فينا ممنوع اي ندم بيتحن يقول لو قال محمود طاهر هتخش النار ممنوع ليه طيب بتسيب ان احنا مش بنقول ديمقراطية قاعدة الناس بصوا الشباب عمل ايه قاعدة الرد بتاعهم كارنيه يا هو عشان ما تقولش عني كده انا ابن النادي الاهلي من حقق اقول هنتخب مين ومن حقق اقول اقف جنب مين وكل واحد احنا ليه نروح للصورة دي مش ده الشباب اللي انتوا عاوزين والشباب الناقي اللي بنتكلم عليه حتى الشباب مرحمتهوش حتى ولاد النادي الاهلي المحترمين مرحمتهمش ليه حرام ولا مش حرام ظلم ولا مش ظلم اتهموا من لهم بياخدوا فلوس واتهموا من لهم مش ولاد النادي الاهلي واتهموا من لهم مش اعضاء واتهموا من لهم داخلين عضوا محترم زي ما اتهمت الناس وهي بتسقف ليه بتسقفوا وانتوا مغيبين في الواعي وعرضنا لحضراتكم الكلام ده ينفع قادي شباب أهلاوي نقي من حق اللي يروح للكابت المحمود الخطيب سيبه ويختار براحته ومن حق اللي يروح للمنص محمود طار ومن حق اللي يروح للمستقلين كلها هتحر وده ما بيحصلش حتى دولة ما هو ده الفكرة اللي أنا عايز أقول لحضراتكم عليها وفي الآخر يكلموك عن ثلاث حاجات شفافية وحيادية والله ولا حد بيعمل بيها وأنا مقدرش أكذب عليكم أنا بعرض لكم الصورة ورداً على الأمور اللي بتحصل أكيد مضغطين طبعاً أكيد مضغطين لكن بيبقى فخورين فخورين بانتماءنا للأهلي الحقيقي بدون أي مصلحة وفكرة الإعلام يعني بنشتغل مبسوطين اللي احنا بنعمل الشغلة دي ومبسوطين اللي احنا بفكر أفكار عندنا أفكار بننفزها وعندنا بعض الأمور بالصوت والصورة اللي البعض سرقها دلوقتي مدرسة ما كانش عندهم بقوا يسرقوها عادي جداً ما فيش مشكلة لكن اللي أنا عايز أقوله إحنا لما بنجيب صورة بنجيب صورة حقيقية عشان ما نجدبش على الناس نبيل الحقيقة لكن ما بجيبش صورة عشان أهين حد وانصر طرف على طرف ما بنعملش ده عشان كده النهاردة هادين قوي وكلنا ثقة في اللي احنا بنعرضه ونعلم قيم النادي الأهلي اللي حقيقية اللي أنا قلت لحضراتكو عليه عشان كده هتشوفوا في حلقة النهاردة أمور كتير غريبة جداً على النادي الأهلي ما تعلمناهاش ولا شفناه بالمناسب الأهلي صرف أنا قلت لكم والله الأرقام دي حفظها لأن احنا اشتغلنا الشغل ده من بدري فحفظينه عشان فيه ضمير فحفظين كل حاجة ولا معناه وراء النهاردة طلعين بالخطبكو من قلبنا النادي الأهلي صرف أعتقد 234 مليون جنيه عارفين الوزير ادى دعم للنادي الأهلي كام 23 مليون جنيه فقط وما دهمش لمرة واحدة الدهم للنادي الأهلي متقطعين بنشكر سات الوزير اللي هو ده النادي الأهلي وده دوره لأن الأهلي نادي الوطنية الأهلي اللي فتح ببانه للجميع الأهلي اللي فتح ببانه وصلاته للمنتخبات المصرية فبيلعب دوره قادي المبنى لا أمام حضراتكم ست سنين المبنى كان موقوف كده لزروف ما متفاهمين ده لكن لما عملوا بالشكل ده ما تقوليش فاميه قولي شكراً قولي مجلس الإدارة شكراً قولي شكراً أنت خرقته بالشكل ده وجامين افتتحه سيدة وزير الإسكان وشخصيات عامة لأن الأهلي بيتعامل مع النمازج دي ويتعامل للوزراء تدخل تتشرف ودخل النادي الأهلي وإحنا بنتشرف بيهم لكن على مزاجك بقى لو هو وحش أو مش معاك أنت جاي تعمل إيه جاي تعمل إيه دلوقتي في النادي إيه اللي بتقوله ده ولو هو معاك تشرف وتنور بيتنا مفتوح ونحط لك سجاد أحمر كفان